بعد غياء برجحت لكم بهذه الوصفة الجديدة اللي هي عبارة على كعك الشهدة بما أنه حلوية الشهدة راهي تخيطون دونس قلت بوك وابا من ديرش كعك الشهدة اللي هو فكرة جديدة أورحي جي بنين ومرمل اقتصادي بمكونات جد بسيطة وبشكل الجميل والمميز ورحي خليه ولم المناسبات والأعياد أحبائي حبيباتي السلام عليكم جوفوا زنبيت باش تجوا معي ونحضروا هاد الكعك الرائع مع بعض هنا عندي كوبين ونصف من الطحين الأبيض اللي هو لفاغين الكوب تالت نكمل نعمره بلا ميزينا اللي هو نشاء الدورة نفلغ الفارينة مع نصف الكوب ديال لنشاء الدورة للا ميزينا دونزي ريسيبيون ومالأحسن نغرب لهم هكذا ندخلهم الهواء نضيف عليهم قرصة ديال الملح ونخلط جميع هاد المكونات الجفة مع بعضها البعض هنا عندي كوب من الزبدة كوب من الزبدة الديبة أني حنكمل نعمره بالزيت الزبدة ديالي حيوانية لذلك نشوف فيها بقايا الحليب ومن الأحسن المادة الدسيمة ديالة تكون بردة يعني تكون زبدة تانا تكون ديبة وبردة ومام طوام ما ننضيفوش المادة الدسيمة وهي سخونة على لفاغين ندخل الملح المادة الدسيمة في لفاغين نسيت دوكا حبة بيضة متوسطة الحجم من الأحسن البيضة ديالكم يكون بدرجة حرارة الغرفة ندخل الآن ملح ديالك البيضة في الخليط ديال لفاغين والزبدة أني حنذكركم تلقاو المقادير مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية في صندوق الوصف هنا يا من جهة عندي نصف كوب مناء الحليب ونضيفوه بعد القطرات مناء المزهر نقدرون نقولو نصف كوب من نصف كوب مزيج من الحليب وماء الزهر أنا حنضيفوه تدريجيين لباتيدينا ما نضيفوهش كامل على دربا أنا دايما بهاد لفاغين اللي ما فانستعملها دايما نصف كاس ديال الحليب يكفيني الآن حسب نوعية لفاغين ديالكم تقدروا تستعملوا نصف كاس خليط حليب وماء الزهر تقدروا تستعملوا شوية كتر من نصف كاس كما تقدروا تستعملوا قل من نصف كاس هذا ورح يتوقف على حسب درجة امتصاص لفاغين ديالكم هنا يا لفاغين ديالنا نعجنوها شوية حتى تولينا ملساء وفي الأخير هذا هو القوام اللي لازم تحصل عليه إن بات تكون ملساء أمامة مطرية نحط لفاغين ديالي داخل كيس بلاستيكي ونحطها ترتاح في التلاجة على الأقل ساعتين أنا حنحشي هذا الكعك بالتمر الغرس لا بعد تديدات هنا لا يجب أن نحوالي 200 غرام يكفونا هذا التمر الغرس اللي حنستعمله من النوعية الجيدة يعني ما عندوش العلف واني حنخلي الدوقة ديالو ناتيور يعني حنضيف له حتى إضافة بالنسبة للناس اللي حبوا لقوت على القرنفل والقرفة يقدروا يضيفونه شوية وتقدروا ما يضيفونه ججلان محمص أنا حبيت نخليه ناتيور أنا حشكل ديبتيت بول الحجم ديالو محاولي 10 غرامات بعد ما كملت التشكيل ديالي بول ديالي الآن أنا حنبسطهم على شكل حربوش ومن الأحسن الحربوش ديالي نديرهم بطول يكون متساوي هقدر الكعيكا تهدينا يكون عندهم نفس الحجم وبعد ما كملت تشكيل ديالي الحربوش ديالي أنا حنغطيهم بفيلم عادي مونتير ونخليهم بتكوتي لتونيس تعملهم هنا يا مجيه وحد أخراني عاود تجيبت لاباتي ديالي بعد مرتاحة ساعتين في التلاجعة أنا حنشكل ديبول الحجم ديالو محاولي 40 غرام وهذه الكميلات التي تهلكم بحجم الكاس اللي استعملتوا ديالي 150 مليليليتر خرجتلي حوالي 17 نحبة أنا حنبسط الآن الاباتي ديالي بهذا الطريقة على شكل مستطيل ونحط لها لداخل حربوش ميناء التمر ونروليها هكذا بهذا الشكل بشي يجي عندها الكعكة ديالنا بشي يجي كشغل فيتي لداخل دوكل الجواني بنغلق عليهم مليح بهذا الطريقة فيما يخص الأطراف نحن ندير فتحة في أحد الأطراف وندخل الطرف الآخر ونعاود نغلق عليها مليح وها هي الحبة ديال الكعكة ديالنا حت تكون حبة متوسطة إلا حبيتوا الحبة ديالكم تجي شوية كبيرة ما عديكم غير تديروا بار كزمبل فلابات لابول ديالنا تديروا لها الوزن ديال 50 غرام وفلابول ديال تمر الغرس تديروها بوزن 15 غرام وهده الحبة ديالكم ديال الكعكة حت تجيكم شوية كبيرة أنا جب خيفير الحجم ديالها يكون متوسط ونوصلها بنفس طريقة حتى نكمل كامل لاباتلي عندي المقادير اللي تتهلكم ديال 150 الكاس اللي استعملته والحجم دياله 150 ميليليتر لكي يلتبه المقادير خرجيلي حوالي 17 نحبة ديال الكعكة تشكيل ديال الكعكة وكننروحون مرحلة النقش خليت اوناسيت دهنتها بشوية ديال زيت هكذا نحنلسق فيها ان بابي كويسون هاد بابي كويسون هاي خليني فيما بعد نرفض الكعكة ديالي ابقل سهولة والان بمساعدة اللقاط تركو تشوفوا العملية نبدأ ندير اللدخي اللولاني ديال خالية النحل ديال الشهداء هكذا ينكمل بنفس طريقة رح تندور كامل السطر الاول رحكو تشوفو هاد العملية جد بسيطة الان بعمل سطر الاول نبدأ السطر الثاني السطر الثاني انسي نبدأ نشكل في الخلايا لتعال نحل عفوا انطلاقا من الخالية الثانية يعني باش الخلايا هادوما ما حن يجوني متعكسين هكذا يوم نكمل كامل نتبع حتى نشكل كامل السطر الثاني بعد ما كملت التشكيل ديال السطر الثاني الآن كما رحكو تشوفو بين الخالية اللولى والخالية الثانية نزيد نشد هقدر باللقاط ونتمنى انه الفيديو يكون يعني الطريقة واضحة هايدا بشلك الكعك ديالي نعطيله لماكسيموم الشكل ديال خالية النحل نبدأ دكا في السطر الثالث كيف كيف نعكس الخلايا ديالي ما تكون ش واحدة فوق ها في السطر اللي من فوق دايمن الخالية ديالي تكون شوية مدني الخالية اللولى ونكمل الآن نشكل كامل السطر الثالث والآن هاد السطر هذا اللي بقال بين الثاني والثالث التاني نبدأ نشكل خالية النحل بهذا الطريقة حتى نكمل كامل الخط هذا طريق ونواصل بنفس الطريقة الثالث الآن نفي السطر الرابع نزيد ندير كامل داير ساير الثالث كيف كيف بين السطر الثالث والرابع نبدأ نشكل ثاني كخلايا بهذا الطريقة ونكمل بنفس الطريقة سطر بسطر حتى ننقش كامل الكعكة ديالي وستقوني النقش ديال هاد الكعكة بالنسبة لي كان متعة كتر من حاجة وحدة أخرى باش متعي واش منصحكم خودوا إنشاز قعدوا فوق كرسي وننقش الكعكة ديال كما قلت كم ستقوني راكو رحين تستمتعوا كتر من حاجة وحدة أخرى ما نساش تكنسي نروح كامل من الداخل باش الحبة ديال الكعكة ديال ديال شابا ونحط الكعكة ديال في الصين يالي تروح للفن الآن سنعود معكم كعكة وحدة أخرى لهكذا باش تكون طريقة واضحة إذا نشكل خلايا السطر الأول من الخلايا بهذا الطريقة كامل دائر صاير غير باللقات وستقوني ونقوم بازوج يدي ماء حتى تسلح ونتكمل الكمية بسهولة يعني بسرعة دوك هنا في السطر الثاني فيما بعد هذك الخطلية تشكل بين السطر الأول والثاني سنزيد بهذه الطريقة باش النقش يكون يشبه أكتر ما يمكن يشبه الخلية النحل ونكمل العمام شوز نقوم مع السطر الثالث ورابع حتى ننقش كامل الكعكة ديالي تشكل ونقش تشكل ونقش بكل سهولة نتمنى بكل قلبي انه الطريقة تكون واضحة يعني الصورة راهي تحبر على نفسها ونقش بكل انتصار ونقش محفظ ونقش بكل مباشرة بعد نقش من أحسن يرتاح على الأقل في التلاجة من أحسن فيما بعد طيبه هنا سيكمل الفون التي تشعله مسبقا على درجة حرارة 180 درجة الآن سوف ندخل في الفون ونقش كيف سوف نقش محافظ على شكل ونقش تحمر ونقش من أحسن سوف نقش سوف نقش سوف نقش سوف نقش سوف نقش سوف نقش نقش حوالي خمس دقائق سوف نقش من أسل سوف نقش سوف نقش نقش سوف نقش سوف نحن من السل سوف نقش سوف نقش سوف نقش من السل ونقش في طبق التقديم نقش بنفس طريقة حتى نقش كمية الكعك اللي عندي هنا يا فقط نقولكم بأنه العسل راهو بدرجة حرارة الغرفة يعني ما سخنتوش مسبقا بما أنه الكعكة ديالي ديجا أصلا راهو سخون وها هو الكعكة الشهدة اللي حدرته معكم في شكله النهائي جبزة فبنين كنقسموها الداخلي بن فيتي وجم رمل أكيد هاد الكعكة إلا حدرتوه رح يعجب زف عائلتكم وضيفكم نتمنى بكل قلبي أنه هاد الوصفة تكون نالت إعجبكم إلا عجبتكم شجعوني بلايك أخذوا لي تعليق شهية طيبة وإلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله